ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها أداة بتساعدك ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة تقطعي من خلالها الكوسة او الجزر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزيها طبعا وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تسبتيه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف لوازم المطبخ او مختلف لوازم الحمام بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفاكهة زي الزتون كده لو انت حابة تخليلي الزتون او تفروميه تقدر ان انت تشيلي منه البزور دي بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا البسكت اللي بيجي متوفر فيه جزء من تحت تقدر ان انت تنظمي فيه اكياس الرل وتقدر تستخدميها من خلاله بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مصفة بتيجي باحجام مختلفة طريقة تصميمها بتساعدك جدا ان انت تصفي من خلالها الرزد او مختلف انواع البوكليات بطريقة سهلة وسريعة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تسبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي بيه لوازن تنظيف الموعين زي الليفة او السلكة وهنا تعالي نشوف مع بعض معايا مجموعة من الادوات اللي بتساعدك ان انت تشيلي كل الحاجات السخنة اللي بيبقى صعب عليك ان انت ترفعيها والادوات دي بتيجي باشكال مختلفة بتساعدك ان انت ترفعي الطبق او تشيلي الحلة او الصواني السخنة بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا مصفة تقدر ان انت تصفي من خلالها الرزة او الخدار او الفكهة او البوكاليات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف عندنا منظم للأحزية والمنظم ده بيجي عبارة عن كزا رف كده تقدر ان انت تنظم بيه مختلف الأحزية اللي عندك بطريقة منظمة ومرتبة جدا وطبعا هو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظم بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك على الرخامة او في دلاب المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها مختلف أنواع الخدار زي مثلا التوم او البصل او الزنجبيل او الفلفل او تقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزها بعد كده معانا الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه عندك على اقدار الحمام بكل سهولة وتثبتي عليه مجفف الشعر الخاص بيكي بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر او نستخرج كل بواق الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الاسنان او اي نوع مرهم عندك وهنا معانا كفر للموبايل طبعا الكفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايحة البحر بيحمولك انه مايوصلش ليه اي مية وهنا عندنا منظم للكوبايات الورق طبعا تقدر ان انت تستبتيه جنب التلاجة او على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا هراسة للطوم طبعا تقدر ان انت تهرسي بيها الطوم بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هي مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثابتة جدا على الجدار وما بتتأثرش بالمية هنا هنشوف عندنا اكياس صغيرة تقدر ان انت تحفظي فيها مختلف انواع التوابل الصحيحة وانت بتعملي الشرب او الاكل بعد كده هنشوف عندنا اداة التنظيف او الكطع اللي بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف احجام استكاكين هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على كرس الحمام وهي بتساعدك ان انت ترفعيه وتقفليه بكل سهولة من غير ما تضطر ان انت تمسكيه بايدكي بعد كده عندنا جهاز التجميد الصغير تقدر ان انت تستخدميه معاكي في المكتب او في الشغل او في اي مكان وبكده تقدر ان انت تستقعي كل المشروبات بتاعتك من خلال الجهاز ده دلوقتي هنشوف عندنا الحلة اللي بتشتغل عن طريق الكهرباء تقدر ان انت تعملي من خلال الحلة دي اكلتين في نفس الوقت بعد كده عندنا رف الجدار الرف ده تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار وبعد كده تثبتي عليه كطع صغيرة بتيجي متوفرة معاه والكطع دي بتساعدك ان انت تنظمي عادية مختلف اللوازن اللي بتبقى موجودة عندك في البيت زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للبيت بيجي عبارة عن رف واحد تقدر ان انت تنظمي بيه حوالي 30 بيضة تقدر ان انت تنظمي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنا عندنا الشبك او السلك وهو عبارة عن لاصك يعني لو مثلا عندك سلك الشباك فيه فتحات تقدر ان انت تستخدميه وتلزقي على الشباك عندك بكل سهولة وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نضيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي بيه لوازم تنظيف الموعين زي الليفة او السلكة هنا بقى عندنا مجموعة من الاشريطة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفى الشفات وهي بيبقى عندها قدرة عالية جدا على انتصاص الدهون او السوائل اللي بيمتصها الشفات وبكده تكوني حافظتي على نظافة الشفات عندك وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او في دلاب المطبخ ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات سهولة تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدري ان انت تختار الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت بتكون متواجدة فيه فبديا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق علىكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغطة على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي